هذا وقد أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يعد خطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفز نشاط القطع الخاص وتجذب النقد الأجنبي تعديل قانون الاستثمار والغرض منه في الحقيقة أنه يبقى فيه بيئة جاذبة بشكل فاعل للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية أيضاً رؤوس الأموال اللي بتحاول أنها طبعاً تستثمر في مصر فكان لابد من مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بحيث أنه يكون ملبي الغرض ويمل تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين عشان نشوف بقى مشاريع استثمارية قوية زي ما احنا بتشوف خلال المرحلة الحالية سعيدة جداً أن الحكومة تفاعلت بسرعة مع القرارات الصدرة والمجلس الأعلى للاستثمار الأقد أولى جلساته في 16 مايو يعني مش من بعيد فدي حاجة طبعاً إنجاز سريعة القانون في مجمله قويس التعديلات والحوافز والكل المميزات اللي أعطاها المستثمر قويسة قويها تجيب تأتي بثمارها المستثمر أهم حاجة أنه يكون عنده مناخ مناسب للاستثمار التعديلات قانون الاستثمار اليوم تضمنت تعديلات مهمة جداً منها منح العديد من الحوافز للعديد من الأنشطة وأهمها طبعاً منح خصم 50% على التكلفة الخاصة بالبنية التحتية و50% على الخدمات المقدمة للمستثمرين ومنح حق الانتفاع لمدة 10 سنوات وذلك بضوابط محددة العدد من الأنشطة التي يتم إقامتها في مناطق معينة مثل مناطق الصناعية في المحافظات النائية والأقاليم ومحافظات الصعيد أيضاً تضمنت التعديلات استرداد ضريبي لنسبة تصل إلى حوالي 55% من قيمة الضريبة المسددة في حالة إنشاء المشروع أو التوسع في إنشاء مشروع برأس مال عملة أجنبية محاولة من الخارج بشرط أن تكون تمويل المشروع 50% على الأقل أيضاً التوسع في منح الموافقة الرخصة ذات الموافقة الوحدة لجميع المشروعات سواء كانت هذه المشروعات قبل قانون السمار أو بعد قانون الاستثمار